هل يغتسل من غسل ميتا؟ نعم يغتسل ومن حمله فليتوضأ وذلك من السنن وهل كثرة عدد المصلين على الميت يكون سببا في الفوز والمغفرة؟ نعم فما من رجل يصلي عليه مئة إلا غفر الله له هناك امرأة قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها في الجنة فماذا كانت تفعل هذه المرأة؟ كانت قليلة الصيام والصدقة ولكنها كانت لا تؤذي أحدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها في الجنة وما هو البيت الذي لا تدخله الملائكة؟ هو البيت الموجود فيه كلب أو تمثال ومن الذي قال عنه الله حرمت عليه الجنة؟ هو رجل قتل نفسه فقال الله بادرني عبدي بنفسه فحرمت عليه الجنة وما هو الشيء الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفضل من الصلاة والصيام والصدقة؟ هو صلح ذات البين ومن هو الذي يغفر الله له أربعين مرة؟ من غسل ميتا فكتم عليه لا تنسوا الاشتراك في القناة جزاكم الله خيرا